السلام عليكم شونكم متابعين ان شاء الله تكونون بخير ورمضان كريم عليك ومصفتنا لهذا اليوم برياني دجاج بأطيب وأسرع طريقة ممكن تجربوها ومواده متوفرة بكل بيت وطريقته جدا سهلة وبسيطة بالبداية هاي مكونات البرياني استخدمت 2 كوب من التمن ونص كوب من الشعرية و2 حبة من البوتيتا وصدر الدجاج وكشمش وبازاليا وجزر وأي نوع مكسرات يعجبكم وتقدرون تستغنون عنهم بعد استخدامت هاي تتبيلة البهارات رح اكتبها لكم صندوق الوصف أسفل الفيديو تنطي طعم كلش طيب بالبداية رح اطبخ صدر الدجاج ضفت له نانة كمية من الزيت بعد ما صار عنده بهذا الشكل رح اضيفه له حبة واحدة من البصل قطعتها بشكل ناعم رح اضيفه له نص كمية البهارات ونص أبقي رح احمس لحمسة زينوية البهارات وأتركها على نارها بهذا الشكل بعدها رح احمس الشعرية ضفت ثلاث خواشيق أكل من الزيت وأبقى أحرك بها لحد ما صار عنده بهذا اللون بعد ما انحمس الدجاج وطلعت نكهة البهارات بهذا الشكل رح انزل وياه الشعرية وانزل التمن ورشة من الملح وأترك التمن ينطبخ بنكهة الدجاج وبتتبيلة البهارات بعدها رح ابدأ قلب البوتيتا لحد ما صار عنده بهذا اللون وأطلحه بعدها بنفس الطاوة رح انزل الكشمش وأول ما يبدي النفخ بهذا الشكل أطلعه بعدها رح انزل البازاليا والجزر أتركها ثلاث دقائق فقط بعدها المكسرات لحد ما صار عنده بهذا اللون ورح انزل وياهم كل المكونات اللي قليناهم ونصف كمية البهارات البقت بهذا الشكل بعدها بقيت احرك بهم ثلاث دقائق لحد ما طلعت نكهة البهارات وآخر شي رح اضيفا نصف الحشو ويتمن أتركه يتهدر وياه ونصف اضيفه على الوجه وهذا شكل النهائي صار عنده بهذا الشكل شفت طريقته جدا سهلة وبسيطة ان شاء الله راح تجربوه منها لإعجابكم والف عافية مقدما اشتركوا في القناة